الرئيس الصيني إلى مصر وقد شهدت العلاقات المصرية الصينية خلال ستين عاما تطورا كبيرا احتفظ خلالها البلدان بصلاة خاصة وشراكة متينة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية التقرير التالي يلقى ضوء على تاريخ العلاقات المصرية الصينية ستون عاما مضت على بدء العلاقات المصرية الصينية احتفظت خلالها البلدان بصلاة خاصة وبشراكة متينة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والعسكرية التاريخ يشير إلى العلاقات المتميزة بين القاهرة وبكين حيث كانت مصر في عام 1953 أول دولة تعترف بجمهورية الصين الشعبية وأقيمت العلاقة الدبلوماسية بين البلدين في مايو 1956 وكانت هذه خطوة هاما للصين لإقامة علاقات وثيقة مع البلدان العربية والإفريقية وأيدت بكين حقوق مصر في نكسة 1967 ونصر أكتوبر 1973 ومنذ بداية القرن الحالي عززت البلدان من علاقاتهما عبر بوابة العلاقات الاقتصادية ومذ تولي رئيس عبدالفتاح السيسي الحكم شهدت علاقات القاهرة وبكين دفعة كبيرة بعد زيارته إلى الصين في ديسمبر 2014 وبعد توقيع اتفاقية شراكة الاستراتيجية للبلدين مع نظري الصيني شي جين بينغ كما التقى الزعيمان في احتفالة النصر الصينية في العام التالي بالإضافة للقاء آخر في روسيا ومع احتفال البلدين بمرور ستين عاما على بدء العلاقة التبلوماسية حرص الرئيس الصيني على زيارة القاهرة لمدة ثلاثة أيام كما يحضر احتفالية اطلاق العام الثقافي المصري الصيني التي تقام في الأقصر كما ينتظر أن يلقي الرئيس الصيني كلمة في الجامعة العربية يستعرض خلالها الوثيقة التي أزرتها الحكومة الصينية بعنوان محددات وآفاق العلاقات الصينية العربية والتي تضمنت خمس محددات للعلاقات بين الطرفين وهي الاحترام المتبادل لسيادة وعدم التدخل في شؤون الداخلية والمساواة والمنفع المتبادلة والتعايش السلمي كما تضمن النصو على التزام الصين بدعم القضية الفلسطينية وبذل جهود مشتركة لمكافحة الإرهاب هذا وتوقع الهيئة